يبقى احنا دلوقتي متفقين ان لو القوات المسلحة لجأت لتشكيل ميليشيا مسلحة ماينفعش الميليشيا دي تبقى رأس برأس مع الجيش صح صح جميل غمض عينك كده معايا حضرتك هنا وهنا غمض عينك معايا عشان هوري حضرتك ورأي صورة غريبة جدا ده المفروض يا جماعة علم مصر مش كده ده الناس شايفاه علم مصر صح مش كده ده هو العلم الأحمر والأبيض والأسود وده النسر صح؟ معلش حد يقول لي ايه ده دي مش غلطة في الطباعة الحتة اللي اتعور عليها دي مش غلطة في الطباعة دي مش حاجة غلط في الطباعة يا جماعة لا انت عارف حضرتك ده ايه ده عارف ايه ده ده لوجو اتحاد قبائل سيناء الميليشيا المسلحة محطوط فين محطوط جنب النسر بتاع علم مصر محطوط على أني عربية على العربية تابعة للميليشيا المسلحة بتاعت اتحاد قبائل سيناء ايه ده يا جماعة ده اسمه ايه ده علم بلدي ده علم مصر ده علم مصر مين يجرؤ انه يحط اللوجو بتاعه على علم مصر بعمرة ايه انت مين انت مين مين هو ابراهيم الارجاني مين اتحاد قبائل سيناء انت مين ادلك السلطة مين ادلك الجرأة مين ادلك البجاحة انك تتجرأ على العلم العلم ده علم بلدي علم مصر ده مش علم السيسي ولا علم النظام ولا علم الاخوان ولا علم العرجاني ده علم جمهورية مصر العربية انت مين عشان تحط اللوجو بتاعك وانت ايه اللوجو بتاعك ده ومين الميليشيا بتاعتك دي أصلا ايه يا جماعة اتحاد قبائل سيناء حد يقول لي طيب أنا يعرفني ان الصورة دي صحيحة صح انت معاك حق الصورة من الحساب الرسمي لاتحاد قبائل سيناء كويس بالتاريخ هنا 24 جون 2022 الصورة باينة عند الناس كلها اهو اتحاد قبائل سيناء الحساب الرسمي لها نشرين الصورة وكاتبين بوست بيقولوا فيه تكاد خدمة الوطن ان تكون من اسمى انواع الشرف لكن صورة العلم اللي انتو حطيني اللوجو بتاعكو عليها ملاش علاقة بالشرف فدي صورة طيب الفكرة اللي انا عايز اتكلم فيها هنا في ايه بقى انه احنا عندنا قانون احنا بلد قانون مش كده طيب ده موقع برلماني موقع برلماني الموقع الرسمي للبرلمان المصري كويس بتاريخ 19 اكتوبر 2015 بس تعليقا على موضوع العلم ده ونركز مع بعض شوي ينشر برلماني نص القانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن احترام العلم والنشيد والسلام الوطني الصادر في اواخر عهد الرئيس عدل منصور والذي جاءت مواده على النحو التالي مادة واحد العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطني رموز للدولة رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون ويشار فيما بعد بالعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم مادة 2 العلم يتكون من ثلاثة ألوان الأحمر والأبيض والأسود وبه نصر مأخوذ عن نصر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي مادة 2 ما قالتش ان فيه لوجو تحق قبائل سينة مادة 2 ما قالتش ان الحج إبراهيم الأرجاني يتطافس على العلم بتاع مصر مفيش الكلام ده يا جماعة المادة 2 في القانون بتنص انه فيه أحمر وبيض وسود وفيه نصر صلاح الدين بس مفيش لوجو قبائل سينة موجود طيب يكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثة طوله وتكوم ثلاثة مستطيلات متساوية وبعدين تشكيل الألوان مادة 4 مع مراعاة العرافة الدولية يرفع العلم على مقار رئيسة الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء ومش عارفه إلى آخره مادة 5 يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية نيجي بقى للأساس بتاع القصة دي افتكر معايا الصورة دي افتكر معايا الصورة واللوجو بتاع التحق بقى لسينة تمام؟ تمام مادة 6 في القانون رقم 41 لسنة 2014 بخصوص العلم المصري بتقول ايه؟ يحضر رفع او عرض او تداول العلم اذا كان تالفا او مستهلكا او باهة الالوان او باي طريقة اخرى غير لائقة كما يحضر اضافة اي عبارات او صور او تصاميم عليه ويحضر استخدامه كعلامة تجارية او جزء من علامة تجارية يعني الاستاذ ابراهيم العرجاني والتحق بقى لسيناء بيعملوه في العلم المصري وحطيني اللوجو بتاعهم ده امر مخالف للقانون المدى 6 من القانون رقم 41 لسنة 2014 الصدر في عهد الرئيس عدل منصور يعني ابراهيم العرجاني مخالف القانون يعني ابراهيم العرجاني يفترض ان يتقدم فيه بلاغ للنيابة العامة وعلى النيابة العامة ان تحقق في هذه الصور ده لو احنا عندنا نيابة عام مصري كويس؟ فدي القصة ومدى 13 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يبقى احنا هنا يا حضرات بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الراجل عنده علم غريب جدا عنده علم غريب يعني فده علاقة ابراهيم العرجاني بالعلم عشان كده انا بقولك احنا قدام حمدتي جديد احنا قدام محمد حمدان حمدتي قادم احنا قدام مصيبة احنا قدام راجل ممكن ينقلب على النظام الموجود بسهولة جدا وهقول لحضراتك ازاي كمان؟ اشتركوا في القناة